بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design بنستكمل معنى Spring Design الجزء الأخير في هذا الشابتر Stresses in Helical Spring of Circular Wire النتيجة بتاعتنا Resultant Shear Stress هي عبارة عن Tau الماكسمم أو Tau الكلية بتساوي Tau 1 plus Tau 2 Plus or Minus يعني بتساوي 8WD على By في D تكعيد Plus or Minus 4W على By D طيب الـ Positive و Negative Sign هنا الـ Positive Sign is used for the Inner Edge بتستخدم في الـ Inner Edge اللي عندها الـ Stress عالي of the wire and the Negative Sign is used for Outer Edge بتستخدم في الحفة الخارجية للـ Wire Since the Stress is Maximum at the Inner Edge of the Wire Therefore Maximum Shear Stress induced in the Wire طبعا الـ Negative Sign بتستخدم للـ Inner Edge والـ Sign بتستخدم للـ Outer Edge فعشان كده احنا معانيين دايما بالـ Maximum Stress فهنستخدم الـ Positive Sign فهتدي لنا العلاقة D اللي هي 8WD على By D تكعيد داخل القوس 1 زائد D على 2D دي العلاقة اللي معانا هنعوض بالطبع بالـ Spring Index اللي هو الـ C بيساوي D capital على D small هنحصل على تاو بالقيمة دي 8WD على By في الـ D تكعيد في 1 زائد 1 على 2C وهنشيل الفاكتور دا كده ونحط مكانه الـ KS اللي احنا بنسميه الـ Shear Stress Factor بيساوي 1 زائد 1 على 2C هنستخدم الفاكتور اللي هو اسمه K دا هو اللي بنرمز له أو بنسميه الـ Well's Stress Factor يبقى تاو Maximum عندنا بتساوي الـ Stress Factor في 8WD على By في D تكعيد يعني بيساوي K على في 8WC الـ D هنا مع الـ D تحت على By في الـ D تربية بعد ما عوضنا طبعا بقيمة الـ D على الـ D اللي هو Spring Index C هيطلع لنا القيمة دي ومع اعتبار ان الـ K اللي هو الـ Stress Factor بيساوي 4C-1 على 4C-4 plus 0.615 على C دا طبعا الشكل اللي بيوضح لنا الـ Resultant بتاعة Torsional Shear والـ Direct Shear والـ Curvature Shear العلاقة ما بين الـ K اللي هو Stress Factor والـ Spring Index بنلاحظها في الكرف اللي قدامنا دا The value of K is given is for a given Spring Index C may be obtained from the graph shown in figure ممكن ان انا احصل على الـ K بمعلومية Spring Index اللي هو C هنلاحظ طبعا انه الفاكتور دا increased rapidly as the Spring Index decreases بيزيد زيادة كبيرة جدا مع انخفاض Spring Index دا Spring mostly used in machinery have Spring Index above 3 دايما احنا بنستخدم في الماشيناريز Spring Index اكبر من 3 اخر حاجة عندنا اللي هو Deflection في Spring Mathematical بيعبر عنها رياضيا Deflection بيساوي 8W في C تكعيب في الـ N على G في الـ D حيث بالطبق W اللي هو الحمل والC اللي هو Spring Index ان هنا طبعا بنحسبها من الجزء دا حيث N داش دي اللي هو N هنا Number of Active Coils و G هنا Modulus of Rigidity او معامل الجزاء الخاص بالماتيريال المصنع منها Spring وبكده نكون انتهينا من المقرر وانتهينا من Chapter 14 وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته